قدم صباح اليوم رئيس لجنة امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2017 قدم بيانا صحفيا أعلن فيه نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للدور الثاني جزء من هذا البيان ترجمة الزميل محمود موسى الفيل عدد المعيدين 17127 عدد الناجحين 12531 نسبة النجاح 73.17% عدد الراسبين 4.596 نسبة الرسوب 26.83% أما النتائج بالمساقات للسلسلة الثانية دورة أغسطس 2017 فإنها تتمثل كالآتي المساق أدبي فرنسي 11.450 معيد عدد الناجحين 8.756 نسبة النجاح 76.47% المساق أدبي عربي 1576 الناجحين 1301 نسبة النجاح 82.55% المساق أدبي ثنائي اللغة 26 أدد المعيدين 24 ناجحين 92.31% علم الرياضيات فرنسي 114 مشارك 106 ناجحين 92.98% علم الرياضيات بالعربي 5 معيدين 5 ناجحين نسبة النجاح 100% علم أحياء فرنسي 1950 عدد الناجحين 1556 نسبة النجاح 52.75% علم أحياء بالعربي المعيدين 347 الناجحين 287 نسبة النجاح 82.71% فني صناعي بالفرنسي 48 معيدين 41 ناجح 85.42% فنون الإدارة باللغة الفرنسية 374 معيد 266 ناجح 71.12% فنون الإدارة بالعربي 13 معيد 7 ناجحين 53.85% فنون المحاسبة باللغة الفرنسية 192 معيد 154 ناجح 80.21% فنون المحاسبة بالعربي 1 معيد 1 ناجح 100% فنون التجارة 31 معيد 27 ناجح 87.10% فالجملة 17.127 معيد 12.530 ناجح 73.16% نود أن ننوه بأنه سيتم نشر هذه النتائج بصورة واسعة من خلال إدة قنوات وذلك عبر تعليقها داخل المؤسسات التعليمية الثانوية ونشرها كذلك على موقع الرسمي للحيئة الوطنية لامتحانات المسابقات العليا ونيكس وكذلك التعرف عليها من خلال الاتصال بشركتي الهاتف الجوال تهانينا لكل الناجحين افتتحت صباح اليوم فعليات الدورة التوعوية للطلاب حول أهمية البحوث في مجال التعليم العالي بهدف تزويد طلاب بالبرامج في المسطر والدراسات المعمقة حضر الاجتماع ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي وعدد من المهتمين بالبحث العلمي التفاصيل لدى محمود موسى الفيل إن للبحث العلمية والأكاديمية أهمية بالغة في مجال التعليم العالي والبحث والابتكار والتي تغذي المكتب الجامعية في البحث العلمي لذلك جاءت هذه الدورة التوعوية للطلاب حول أهمية برنامج رماس الخاص بالبحث الجامعية الذي ما زال مطبقا في إعداد البحث المعتمدة في الجامعات والمعاهد الجامعية وفي هذا الإطار فقد أوضح ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي فام شارل كانز قال بأن هذا البرنامج معمما في كل البحوث بالدول الأوروبية بمختلف تخصصاتها وخاصة في مجال البحوث استفادت منه العديد من الدول الأوروبية والأفريقية حول تبادل المعلومات والأفكار التي تنصب في مجال البحث العلمي وعليه فقد أشار في كلمته ممثل رئيس جامعة جمينة الدكتور ماجينداي فلوران الذي قال إن هذه الدورة ترمي إلى تحديث صور التبادل المعرفي للطلاب الراقبين في الالتحاق بمستوى المستر في التعليم العالي والجدر بالإشارة فإن هذه العملية التعليمية من شأنها تدفع بالطلاب على التحصيل العلمي في إعداد البحوث القيمة بغية دعم المكتبات الجامعية بالبلاد